السلام عليكم خواتين إن شاء الله تكونوا ملاحل اليوم نتكلم عن الأحداث التي ستصرها في فلسطين ركزوا على ثلاث نيقات أساسية النقطة الأولى لماذا في هذا الوقت بالذات تحركت حركة حامس النقطة الثانية ما هي أكبر الخاسرين من هذه القضية سواء في الوطن الإسلامي أو العربي أو حتى في الجزائر الحاجة الثالثة كيفاش هذه القضية ساعدت بزاف الجزائر وهي أكبر الفائزين أو المنتصرين يعني من بين الدول تالعالم أو الدول الوطن العربي أكيد بعد الفلسطينيين ولكن قبل أن نجاوبوا على هذه التساؤلات أو هذه النقاط فتنترحموا على كامل الشهادة اللي سقطوا في الميدان في فلسطين الناس اللي راهم يعني موصابين ومرضاء إن شاء الله ربي يشافيهم الناس اللي فقدت المنازل تحان نعرفوا باللي راهم ديرين عليهم حيصار مكاش الماء مكاش تري سيتي الضرورية على الحقيقة مكاش إن شاء الله ربي يصبره صحة بعد هذه المقدمات دخلوا يعني في الموفيد ونجاوبوا على تساؤل الأول تانا وش هي الحاجة اللي خلات حامس تتحرك في هذا الوقت بالذات وبهذا الجرأة لأنه كان بزاف ناس حتى المناصرين لهم قال لك هذه خطوة ما كانش متوقعة وجرأة بزاف لأنه يتخوفوا من رد الفعل تعلق الأكاية ولكن أنا نشوف بلي كان قرار صائب وخطوة يعني مدروسة مليح رغم كل إنعكاسات لأنه حقيقة كاملنا عرفوا بلي القاضية الفلسطينية راه تعيش منعارج خاطير قبل سنوات برك بدأت تفقد الباريق انتحى والمركزية انتحى يعني عند دول عربية والدول الإسلامية عند الرؤاسة والحكام تلك البلدان ولكن للأسف الشديد مؤخرا بدنا نشوفوا بلي هذه القاضية الفلسطينية بدأت تفقد الباريق انتحى وبدأت كما يقولوا المناصرين انتحى حتى في وسط الشعوب العربية والشعوب الإسلامية بدأت تفقد كما يقولوا الدعم الكبير والدعم الكامل خاصة عن الدول مثلا كما الإمارات كما المروك كما السعودية تم الدول يئما المطبعة يئما للحكومات التحى رسائلة نحو التطبيع وأكبر منعارج ولا أكبر ضربة تقدر تكون القاضية الفلسطينية في الوقت هي تطبيع السعودية نحن نعرف بلي رأيكين أخبار كبيرة انه السعودية ستقوم بالتطبيع ما شاء الله خمس سنين ولا ست سنين لنهاية سنة 2023 ولا بداية 2024 وبدأت اللقاءات والمشاورات والمفاوضات وكما كنا تكلمنا مقبل على هذا الطريق والسكرة الحديد من السعودية حتى الكيان وتروح للأوروبا تم الواتيرة تحت التطبيع رأي متسارعة وش هو الاختلاف هذه المرة على التطبيع سابق والذي خلال الفلسطينيين يتحركوا بسرعة هو أنه البلاد اللي رأيه حاب يطبع ذركاء مش المروك ولا قاطر ولا الإمارات ولكن هي السعودية وهذا رح يكون عنده أثر كبير على القاضية الفلسطينية لأنه إذا السعودية قامت بالتطبيع عارفة كل البلدان العربية والبلدان الإسلامية يقول لي ما عندهاش حارج ما التطبيع منه وجاه يقول لي ما في السعودية والوزن التحات التاريخي والإسلامي والدعمها للقاضية الفلسطينية قامت بالتطبيع بكل بساطات يقول لي ما كان حتى بلاد يقول لي عنده حارج وللأسف الشديد حتى الشعوب العربية والشعوب الإسلامية بدأت تتقبل نوعا ما هذا الفكرة لأنه نحن نعرفه باللي تاريخيا كان خمس بلدان والأربع بلدان هما من أكبر الدائمين للقاضية الفلسطينية بلد كيمال مروك في السبع وستين خانت العرب هم عارفين ولا رأينا عارفين باللي في الاجتماعات الجامعة العربية كان عندهم جاسوس تسربوا له كل القرارات التي اتخذوها للبلدان العربية ولا الزعامة ولا الرؤساتها العربية على ذاك الوقت تسمعها تطبيعا تحعم غير خرجوا اللعيب هذا ما كان بلد كيمالإمارات في الحرب بتاع سبع وستين وكذا هي كانت أصلا ما كاجس ما ما عندهاش تاريخ بلد كيمالسودان ما عندهاش تاريخ حقيقة يعني في دعم القاضية الفلسطينية ولكن شكونا هما البلدان الكبيرة والبلدان المؤثرة واللي تاريخيا تسمى بلدان كين الجزائر نعرفوا بللي شاركت يعني في الحرب ضد الكعيان ايضا عندك سوريا عندك ماصر عندك السعودية وعندك العراق هذو هما البلدان المؤثرة واللي عندها مواقف مشغيفة الى جانب يعني الكويت الكويت عندها مواقف مشغيفة ولكن ما عندهاش وزن كبير على المستوى يعني العربي والمستوى الإسلامي وعليه اذا السعودية قامت بالتطبيع عارف بللي رح تكون عندها أثر كبير على القضية الفلسطينية والناس اللي تفهم هاد الفكرة مليحوا اللي رام يسمعوا في هاد الفيديو ولا اللي رام يتبعوا فينا وما الناس الكبار نوعا ما لماذا؟ لأنه باش تكونوا عارفين باللي في الثماني وسبعين كي ماصر قامت بالتطبيع ما كانتش هاك ذاك كما نسمع الخبار يا قل زيارة مع الإمارات ولا مع المروق وتعلق عليها لا لا هذا الوقت العالم الإسلامي والعالم العربي أصيب بخيبة أمل كبيرة يعني كالناس مستقوش وما زل لحد الآن يقول لك ماصر يعني خانة العرب خانة القاضية الفلسطينية خانة المسلمين هذه الحروب والناس اللي عاونتها يعني كامل يعني خدعوهم ثم البلدان كما قلنا الصغيرة إذا شافت السعودية طبعت راح تولي الطبع بسهولة يقدر هنا واحد يطرح لي تساؤل يقول لي في رأيكم ما لا زيما هذه العملية اللي قاموا بها الفلسطينيين راح تشد السعودية على التطبيع أنا نقول لك لا لا إذا السعودية راي عندها للتطبيع وراه يتخطط لي هعرف بلي راح تروح للتطبيع ولكن باش تكونوا عارفين باللي معظم الحكام بتاع العرب الحكام المسلمين عندهم سانوات ويدهروا علاقات مع إسرائيل وحبين يروحوا للتطبيع ولكن الحاجة اللي كانت منعتهم نوعا ما المواقف تاع الشعوب العربية أغلب ولا معظم الشعوب العربية والإسلامية تحتبر القاضية الفلسطينية يعني القاضية تحلولة وما يسمحوش فيها وقاضية يعني ما راهيش أنه غير بالد عربي محتل ولكن عندها علاقة بالدين انتحى يعني ما كاش كيفاش تسمح في بلد مسلم خاصة نحن نعرفو باللي يعني القدس واش هياء ما كان انتعو عند المسلمين وعليه الحكام متاع العرب عندهم سانوات وما حبين يديروا علاقات ولكن كانوا خايفين من الشعوب هذه السنوات الأخيرة نوعا ما قدروا عن طريق الإعلام وعن طريق يعني بعض تصيد بعض الأخطاء عند القيادات والحكام تحفل فلسطين باش تروح مركزية ولا الأهمية تحفل القاضية الفلسطينية يقول لك شوف فلان فاسد شوف فلان وش راوي يدير الفلسطينيين رام يطبعوه الفلسطينيين مراهم شي دافعو على بلادهم يعني كان بزاف كلام ويدور في الشارع العربي والشارع الإسلامي نوعا ما بدأت تفقد هذه القاضية يعني الباريق انتحى ذلك بهذه العملية تعاود تولي الشعوب العربية تضامن مع القاضية الفلسطينية وتعاود تحيا في الضامير يعني العربي والضامير الإسلامي ويعرفوا باللي الفلسطينيين مرا مش هر يقدمنا على حقهم كين نصر يتختم ولكن الظروف والمشاكل يعني التحامن صعيبة ما هي اللي مخلتهمش يديروا حاجة كبيرة برك ولكن ما راهم الساكتين ذلك تعاود تقول لي الحكاية ولا قاضية على التطبيع تقريبا إلى التسعينات ولا بداية الألفين تقول لي أي حاكم ولا مالك عربي إذا فكر باش يدير زيارة ولا خطوة ولا علاقات مع إسرائيل يعاود يبدأ يفكر في الشعب انتعوه وفي النظرة تاع المسلمين والعربي وعلى كإجابة على هذا التساؤل أنا نشوف باللي السعودية ما راحش توقف التطبيع انتحا ولكن تأجله ولكن حتى وكي تقوم بالتطبيع ما راحش يكون على الطريقة المغربية ولا الطريقة الإماراتية اللي كانت نوعا ما فجة يعني يوميا زيارات ويفرحوا يتهجموا على الناس اللي ينتقدوهم ويتهجموا حتى على الفلسطينيين وعاملاء والسواح لا لا نشوف باللي تطبيع السعودية ولأي بلد واحد أخرى راح يكون مختلف فعلاش لأنه يخافوا من رأي تاع الشعب انتحهم كيفاش راح يخرجوا لنا هذا التطبيع راح يبينه لك باللي ما سمحوش في القاضية الفلسطينية ورام يدافعوا عليها ورح يديروا شوروت قاسية نوعا ما ولا شوروت للكيان يقولوا لو إذا حبيت تطبع معانا هاي شوروت قاسية واحد سوش ثلاثة باش منبانوش في المظهر تاع الدولة ولا الرؤاساء ولا المولوك يعني الخايمين للشعوب انتحهم قال تضمن سالمة الفلسطينيين يطلهم استقلال يعني في إطار حل الدولتين تاع حدود تاع سبعة وستين هاد الحيصاري يزم يترفع وعليها راح تكون نوعا ما دفاع للقاضية الفلسطينية باش ما يبانوش في المظهر يعني تاع خاينين كي ما قلنا هذي خوتي بالنسبة للنقطة الأولى يعني الخلاصة انتحها كامل وشهد الراء انه الفلسطينيين شافوا بلي القاضية الفلسطينية بدأت تفقد الباريق انتحها والقوة انتحها عند الشعوب مش يغل عند الحكام كي يقاموا بهذه الخطوة راح تعاود الشعوب العربية تتعلق بالقاضية الفلسطينية وتدعمها صح هذي بالنسبة للنقطة الأولى النقطة الثانية واللي هي أيضا مهمة شكون هما أكثر الناس الخاسرين من هذه العملية حركة حماس سواء في الوطن العربي ولا الوطن الإسلامي ولا حتى في الجزائر أكبر الخاسرين هما اللي هذه السنوات الأخيرة جبدونا واحدة اللغة جديدة ما كناش نعرفوها كل ما يسمعوا رئيس دادولة ولا وزير ولا رئيس حزب ولا حتى مناظل ولا يعني أي واحد إمام شيخ يتكلم على القاضية الفلسطينية ولا يدعمها ماليا ولا يعني بأي طريقة إلا يتجمع له وش هو العذر التحم ولا وش هو السبب التحم يقول لك الفلسطينيين سمحوا في القاضية الفلسطينية وشوفوا رام هما يقوموا بالتطبيع والأموال هذه اللي يراكم تدعموا بها ولا المواقف هذه رأي تروح غير فاسد لعند السلطان الفلسطينية ولا الرؤساء تحاركت حماس ويبدأ يعطيك واحد الأعذر وهي حقيقة يقول لك عارف بللي الفلسطينيين ما عندهم ش عملة خاصة تحموا لكن يتعاملوا بالعملة متاع الكاين واحد يقول لك عارف بللي كتروح تزور فلسطين يلزم اسرائيل هي اللي يديلك الكاشي يعني في الباسبورن تاعك واحد يقول لك عارف بللي هما يطلهم الماء واحد يقول لك عارف بللي هما يطلهم تري سيتي واحد يقول لك عارف بللي يخدموا يعني عندهم كل واحد يعطيك أعذر واحد أخرى وايضا يجيب لك بعض الحقائق اللي واحد ما ينكرها ولكن يحب يعطي لها إسقاط غير حقيقي يبدأ يقول لك شوف ولاد هانية كيفاش عايشين في الخارج وشوف هوا كيفاش يأكل كيفاش يشرب والرزق انتاعوا يقول لك شوف مثلا محمود عباس الأملاك انتاعوا كيفاش عايش ولاده كيفاش عايشين وين يقرأ وهذا الشي ما ينكروا حتى واحد أنه كاين فاساد في فلسطين وهذوك الأموال ولا المساعدات تاع الحكومات ولا المساعدات تاع الأفراد والأشخاص ولا الجمعيات ولا يعني المحسينين في العالم كاين فيهم فاساد ولكن باش تكونوا عارفين ما كاين حتى ثورة في العالم من قيمة بالمئة كل الثوارات فيها فاساد احنا الجزائر مثلا نطو خير مثال الثورة الجزائرية من أكبر الثوارات في العالم اسكو ما كانش فيها الفاساد كان فيها الفاساد الجزائريين في ذاك الوقت كانوا كامل مجاهدين لا لا ربما العادة بتاع الحركة أكبر من المجاهدين ولكن مع الأخر سرى الجزائر قدرت تدي الاستقلال انتحاق حتى كاين بعض المجاهدين اللي كانوا من تافعين كانوا عايشين في الخارج وعايشين اللبس بهم ويأكلوا ويشربوا مليح ويزهوا بدراهم وكاين الناس وحد اخرين كانت قاسي وتعاني وكل حاجة تبقى عند ربي سبحانه والتاريخ خلدوا وشكون هما الحركة خلصوها في الدنيا وفي الأخرى وشكون هما المجاهدين ولا شكون هما الشهداء اللي ما زالوا ولا ما زالت الجزائر تسمع ليهم الجامعات وتسمع ليهم المتاحيف وتسمع ليهم الطرقات والشوارع الكبيرة والشوارع الرئيسية وكاين اللي حتى بلدان عربية وإسلامية وحتى بلدان أجنبية رح تسمع ليهم تروح لأمريكا تلقى طريق ولا شارع الأمر عبدقاد الدر تروح للروس كيف كيف تروح للسورية تلقى أسماوات مجاهدين ولا شهداء عرب تروح لمصر كيف كيف يعني خلدوا الأسم انتحن في التاريخ هذا الشيء لا ينكر أنه كانوا مشاكل وكان أخطاء وعليه نحن باش نروح ونصيدوا بعض الأخطاء لبعض الفاسات أشخاص فلسطينيين ونسقطوها على كامل القاضية الفلسطينية هذا نوعا ما غالط يعني غير مؤخرا مبارك الزوجة زيلنسكي تشري في الذهب بقيمة مليون دولار تخيل أوكرانيا في المشاكل اللي رأي فيها وكل يوم يخرج زيلنسكي يطلب في الدعم لعند أمريكا والدول الأوروبية ويعطوله وينحو يعني مضاراء بتاع المواطنين في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تضرب أوروبا عندهم الإضرابات وهو الزوجة نتاعه تروح تشري ذهب هذا غير اللي يحكموها ببارك يسرق فيها مرة أو يسرق فيها يسرق من الأموال تعدها وعليه عبر التاريخ كان خيانات من بعض الأشخاص ولكن هذا الشيء ما يخلينه نسقطه هذه الخيانة على كامل القضية وعليه هنا نفهم باللي هذا الطاب الرعاة سواء تاع أشخاص ولا تاع حكومات ولا تاع مثلا محسينين ولا جمعيات أعرف باللي ما راح يشترح هابا أنه ما راح يشترح غير في الفاساد لا لا نحن نرى هذه العملية الأخيرة الفلسطينيين تفهم باللي كيانات تموي الكبير لهذه العملية والمجاهدين والناس الذين يدفعون على بلادها لأنه لم يصدموا بصناطر أو بكوابس لا لا تسليح انتحهم على أعلى مستوى سواء في اللبسة سواء في المشي انتحهم تعرف باللي كيانات طريقة تحت دريب وراء كيانات خدمة سواء في عدد القاذائف يعني التي طلقوها على الكيان الزوارق التي يصدموا بها هذه المناطيد ليس مستوى لتفهم يعني لو كان تقارن طريقة الحركة والليباس والتسليح انتع فالسطيني من هذوك اللي قاموا بالعملية مع جندي عسكري ذركة عايش في المروك لا مجال المقارنة هذك المروك يشوف العسكري بان يوزن 65 كيلو اللباس انتعوا والأسليح انتعوا تبان قديمة الفالسطينيين إذا شفتوا يعني جسمان تحم ما شاء الله الله يبارك التسليح اللبسة المشيها كلش هذيك ما رايش دايها بقى لا لا عسكري باش يقولي صحيح حق ذاك وباش تكون عنده هذيك التحركات عارق ليراو كل يوم ينطريني هذا التسليح كامل وهذيك العدة اللي قاموا بها في ظل الحصار احنا نعرفوه باللي حصار كبيرة وعلى غزة وعليه باش تدخل أسليحة والدخل يعني موعدات في ظل الحصار من عند الأردن من عند مصار من عند الكائن اعرف بلي راح تصرف دراهم بزاف لانه عندك راشا وعندك دراهم عندهم انفاق يعني يظلوا يحفروا فيهم وعليه يعني باختصار باش من دخلوش في هذ التفاصيل نظن يعني وصلتكم من الفكرة انه باش تقوم بعملية بهذا الحجم ما عرف بلي رايكينا خدمة كبيرة وتسليح كبير والتسليح هذا يزموا اموال وعليه هذو الاموال اللي رانا نسمعو بيها بعض البولدان يتبرعوا بيها من بينهم الجزائر ما رايش تروح الا فاساد ولا راي يستفاد منها يعني هانية ولا راي يستفاد منها يعني محمود عباس ولا راي يتروح لبعض الشخصيات لا لا رايكينا خدمة يعني تتخدم هذه بالنسبة النقطة الثانية النقطة الثالثة واللي هي اكتر اهمية تتعلق بالجزائر هذه العملية اللي قامت بها حركة حامس الجزائر تعتبر اكبر المنتصرين منها ولا اكبر رابح بعد الفلسطينيين طبعا تقول يا لاش لان احنا نعرفوه بالله السنوات الاخرة مع تزايد الواتيراته التطبيع عند معظم الدول العربية والدول الإسلامية خاصة ان مع تزايد تقبل بعض الشعوب العربية والشعوب الإسلامية هذا التطبيع وإقامة العلاقات الجزائر المواقف التحدث بانشاذة يعني غير هي تمشي عكس الاتجاه لعكس التيار ما زالت غير زوج بلدان ولا في الجامعة العربية ما زالت عندهم مواقف مشريفة ولكن اكثر البلدان يعني اللي مراهيش قابل التطبيع وترفض شراويسرا الفلسطينيين واكبر الداعيمين للقاضية الفلسطينية يعني مباشرة هي الجزائر ذلك بعد هذه العملية نوعا ما الجزائر راح تولي في موضع قوة لماذا؟ لأنه كما قلنا عند الشعوب العربية القاضية الفلسطينية راح تعاود تحيا ورح يكون كين يعني تخاطف هذ الرؤساء والحكام العرب راح يكونوا مضطرين باش يردوا الشعوب انتحموا عليه راح توليث عندهم نوعا ما مواقف وبعض التصريحات إيجابية جهة القاضية الفلسطينية وأيضا راح يضطروا باش يخفضوا نوعا ما من العلاقات ومع هذه الزيارات ومع الكاين وعليه الجزائر راح تكون في موضع قوة خاصة يعني بالنسبة للشعوب انظرك الشعوب العربية والشعوب الإسلامية بعد اللي تعاود تحيا القاضية الفلسطينية في الضامير العربي والضامير الإسلامي تولي ولا يولي ناصره أي حاكم ولا أي رئيس عربي يدعم القاضية الفلسطينية عاديت اللي تشوف مروكي يخجل بالمواقف تاع بلاده وتاع المالك اتجاه القاضية الفلسطينية ويفخر بالمواقف تاع الجزائر عاديت اللي تشوف سعودي ولا مصري ولا إماراتي ولا أي بلاد واحد أخرى يخجل بالمواقف تاع بلاده ويفتخر يخجل بالتطبيع تاع بلاده ويفتخر بالمواقف تاع الدولة الجزائرية وعليه نوعا ما هذه العزلة اللي دخلت فيها الجزائر نتيجة الأفكار انتحها ولا نتيجة المواقف انتحها ظركها راح تنقالب 180 درجة خاصة بالنسبة لي بعض الجزائريين اللي أيضا ولو يتكلموا بهذه اللغة يعني مؤخرا نحن نتكلمش على الشعوب يعني الشعب من حقه واذا شاف ملكين مساعدة مالية هو عنده مشاكل اجتماعية يقول لك احنا ثاني تكرانا نعانه أو لا بهذه الأموال نحن نتكلمش على الشعب لأنه الشعب يتكلم بكل باراءة وحتى هو يناصر القضية الفلسطينية أو يناصر يعني القضايا العاديلة ويتعاطف ولكن نحن نتكلم على بعض الأشخاص اللي مؤخرا هذه السنوات الأخيرة ولو يسموا رحم معارضين يستغلوا أي حاجة باش يلعب لك على العاطف اندعك وعى المشاكل اندعك هو ما تهم القضية الفلسطينية ما يهمها القضايا العربية ما يهمها القضايا الإسلامية خاصة اللي ولو يخدموا عند المروك عند المخزن هذا السنوات الأخيرة يحب بيلك أي غلطة عند الفلسطينيين ولأي مشاكل اقتصادية في الجزائر يقول لك شوف الأموال تانى رأيت روح للفلسطين ناطو غير مثال بركة يعني أنا قبل ما درت هذا الفيديو أنا سيدة خلاص منتبعوش ولكن قبل ما ندر هذا الفيديو قلت لغا نروح نشوف واحد كما امرديزات اسكوا روح يهدر على هذه القضية هو روح دركة ما هو شي يقول لك أنا مجرد يوتيوبر لا 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 روح يقول لك أنا صحفي استقصائي وعندي شهادات من عند معاهد فرنسية ويتكلم في كل القضايا كيفاش حادث بهذا الحجب ما يتكلمش عليه لا من قريب ولا من بعيد كيفاش عندك صفحة مليونية في الفيسبوك كيفاش عندك قناة مليونية في اليوتيوب كيفاش عندك أيضا تيك توك فيه ملايين لمتابعين ما تدرش ولا فيديو واحد ولا منشور واحد ولا صورة واحدة تحاول تدعم بيها الفلسطينيين مثل اهانية ولا لا لا رمكين ابرياء رايكين قاضية تاع بلاد مسلمة بلاد عربية محتلة كيفاش ما تدرش حتى منشور تستغل الشهران تاعك والقاضية تاعك كيف كيف احنا أيضا ندافع القضايا العادية احنا ضد النظام الجزائري حتى وتكون ضد التمويلات ولا المساعدات ولا المواقف تاع الجزائر وتختلف معها ولكن قال احنا أيضا ندافعوا على هذا البلاد ولكن هو ما يقدرش علاش لانه ليرا هم يخدموا بيه ولا يعني لي ولا يخافهم حتى بش يتكلم عليهم واللي هم المروك ما يستمحولوش باش تكون عنده مواقف مشريفة ضد ولا مع القاضية الفلسطينية ولي ما يصدقش ببساطة اكتب امير ديزاد ودخل الفيسبوك والله ولا منشور اتخيل جزائري عنده صفحة مليونية ما تكلمش على القاضية الفلسطينية ما كاش انا ما كين حتى صفحة ادخلت ليها وما تكلمش اما جروبات الناس تكلمت صفحة حتى احوال جوية اللي يتكلموا على مشاكلتها عن الناس اللي يتكلموا على اي موضوع خاطي السياسة خاطي الاختصار ما يتكلموش موالف كامل على القضايا هذي عندهم يومين ولا ثلاثة بشي شرطي يوميا ولكن على الاقل رمي منشور منشور واحد تدعم بيه في هذه القاضية ولا تبين على الاقل الموقف اندعك هو ولا شيء ايشارة ما يقدرش يحطها تخيل هذا وبعد يتكلم على الحرية ويسمى وروحه مواطن جزائري ويدفع الجزائريين انا نشوف ولا نظن اغلب الجزائريين ولا كل الجزائريين رامت وحدين على هذه القضية ولا رايهم في هذه العملية كيفاش انت ايا كشخص معروف وكشخص صحافي وعندك كل حرية ما ركش قال عايش في المروك ولا عايش في الجزائر ولا رك عايش فيك اش بلاد اللي رح يقمعك لا لا رك عايش في فرنسا وعندك كل حرية من المفروض تسخر المنبر الاعلامي اللي قدرت تكسبه باش تبين الموقف انتاعك للجمهور خاصة انه انت تقول لي كل وطن عربي يتبعوك ومن ذاك يقول الصحافة الاجنبية يعني يتديم لعنده وقادر يجيب صور تاع اطفال تاع ضحايا تاع معاناة ناس في غزة ما تتكلمش يا اخوي على حماس وما تتكلمش على فتح وما تتكلمش على المسكولين تتكلم على الشعب المعاناة انتاعه والحصار اللي اروا فيها هذا هو خوتي الفيديو تاعنا تاعليهم مع الاخر ما علينا غير نعود ويعني نترحموا عن الناس اللي استشاهدت الناس اللي رأيهم مصابة ان شاء الله يعني يربي يشافيهم الناس اللي فقدت المأوان تاعهم ان شاء الله يعني يربي يخفف عليهم واشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة